حقيقةً لن نخوذ كثيراً في مسيرة هذا الرجل الذي كان استئصالياً حد نخاع في فطرة عندما كان يقتل الجزائريون كان يصف الحوار بلا حدث كان ضد أي حوار ما بين الجزائريين لإخراجهم من تلك الأزمة الدامية التي ورّتها فيها أو ورّت البلاد فيها ثبات فرنسا وتلك القيادات المتطرفة في بعض الأحزاب وفي مقدمتهم جبهة الإنقاذ وغيرها من الأحزاب الأخرى الأرسيدي وغيرها الذين كانوا متطرفين إلى حد النخاع التقى استئصالي متطرف مع إسلامي متطرف مع علمنجي متطرف وتطاحن هذا التطرف ودفع ثمن هذا المتطرفين هؤلاء المتطرفين دفعه الشعب الجزائري بنحو ربع مليون قتيل ومليارات أكثر من سبعين مليار أو ستين مليار دولار خسائر وبنى تحتية ودمار حل بالبلاد آد لولا لطف الله ثم إرادة بعض الرجال لكانت الجزائر في خبر كان أحمد أو يحيى الذي أدخل الناس إلى السجون ونذكر حملة الأياد البيضاء التي مست الكثير من الإطارات وصف حساباته مع كل من يشم فيه رائحة لا تعجب أو تزعج أحمد أو يحيى أحمد أو يحيى لما كان وزيرا للعدل أذكر حينها أنني كنت في السجن واندلعت وكان ذلك في عام 2001-2002 في تلك الفطرة اندلعت حرائق في الزنزين حيث كانوا المساجين يشعلوا للمطلة تأنتاعهم احتجاجا على الظروف السيئة التي يعانون منها وكان أو يحيى في ذلك الوقت وزيرا للعدل وزار عدة سجون وكان ماذا يأمر تخيلوا ماذا يأمر لم يأمرهم بأخذ الاحتياطات بل قال لهم وهذا سمعته بنفسي من أحد مدراء السجن فقال لهم عندما أي قاع تحرق مطلة ما تحلش عليهم خليهم يموتوا جميعا قال لهم تموت صالة وحدة والروجولها في الإعلام ستنتهي الحركات الاحتجاجية هكذا عامل أحمد أو يحيى المساجين أحمد أو يحيى لما كنت في سجن الحراش قام بزيارة غير معلنة وكان حينها أعتقد وزير أول وزار سجن الحراش وكان بذلك الوقت مدير حسين بمعيزة الذي تولى مسؤولية السجن سنوات طويلة وأغرق في الفساد وكنت حينها في السجن وقمت بذلك الوقت بإعداد تقرير صحفي حول المصالحة التي بدأ يروج لها بتفليقة أنذاك ونشر في صحة أحد الصحف أنذاك تحت عنوان الجريدة الفلانية تخترق سجن الحراش ونشر التقرير باسم أحد الزميلات في ذلك الوقت تفادياً للمراحقات التي قد أتعرض لها وأدى ذلك إلى صدام كبير ونزلت فرق التحقيق ووجدت السجن يغرق في فساد لا نظير له وسجن بمعيزة بملف الفساد وانتهت أسطورته كان ذلك قبل سقوط بمعيزة زار أو يحيى سجن الحراش وكان كثير كان الناس يعانون من الصحية وكذا 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 ولما تسربت بعض الأخبار أراد المساجين أن يحاولوا أن يصلوا إلى أحمد أو يحيى فأرسلوا أحد الحراس إلى ضابط وضابط أرسل إلى المدير في اليوم الموالي جاء المدير بمعيزة وقال بالحرف الواحد نقل بالحرف الواحد رسالته إلى المساجين ماذا قال لهم؟ قال لهم أن أو يحيى يقول لكم أنتم لا تستحقون الحياة كيف أستمع إلى أناس؟ من المفروض يقتلون ويذبحون ويهانون حتى نرتاح من ميزانيتكم من ميزانية المساجين رغم أنه فيهم ظالمين وفيهم مظلومين حتى الظالم يجب أن يعامل بآدمية في السجن هذا السجن صار أو يحيى نفسه نزيل في أحد الزنازين ترجمة نانسي قنقر